فعاليات الدورة الثانية لمهرجان يوم الأزق المفتوحة بمراكش عرفت مشاركة عدد كبير من مستعملية الدراجات الهوائية من كل الأعمار ومثلت فرصة لهؤلاء المشاركين لاكتشاف جمالية المدينة على متن الدراجات الهوائية التظاهرة التي نظمتها جمعية بيكالا تهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع المواطنين على استعمال الدراجات الهوائية في ظل التغييرات المناخية الحالية نحافظ على الطبيعة ونحافظ على الطاقات والموارد والمدينة ومنهم المادة التي لا لديناها هي المادة الفوسيلية ومنهم الليسانس والمدينة لا لديناها نحن نجيبهم من بره ونحاولنا نستعملوا اللي لدينا الفكرة نوصلوا للطاقة اللي لدينا نستعملوها جمعية بيكالا التي تأسست سنة 2016 تحمل رؤية تتمحور حول أهمية الاعتراف باستعمال الدراجات الهوائية كحافز على التعلم والعمل والسياحة المستدمة